اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حينينا انا نعاون ان كانت خضر أو نباتات أو حيوانات естеzenzifاش واحد شيء كبير Noe وكينا تكون في حالة صعائمة نقدرونها حالة سعادة Cyn Oh بل بزاف المنتوج ديالي وطريقة الإنتاج ديالي وحتى طريقة الاستهلاك ديالي وتقديم ديالي دونك هذا هو البيو للأسف بزاف الناس كيخلطو كين بزاف ديال المساطير اللي كيخضع عليها هاد الاغذية اللي خاصة على الأقل تحقق واحد خمسة و تسعين في المئة ديال هادك الحويجات باش تسرتي فيها أنها بيو دونك نقدر نقول أنها بيو يعني مزيانة لصحة ديالنا واللي كيكون فيها مواد كيموية قليلة كنقول قليلة حيث بعد المرات كيقدر ما يكونش فيها ما كيناش باتاتة نوع إطلاقا كنتقبلوا واحد النسبة قليلة كتكون جودة ديالها أعلى مثلا كنشوفوا أن في بعض الخضر والفواكه كتكون نسبة المضادة الأكسيدة كبر كتكون نسبة الفيتامينات والأملح مديني أكتر مثلا بالنسبة للزيوت كتكون نسبة الجودة للزيوت كتكون الدهون كتكون أحسن مثلا بالنسبة للحليب كتكون نسبة الأوميغاطر ومرتافعة به أكتر لك هذه هي المواد بيو اللي غا تؤدينا أن تكون مفيدة للصحة نعم تكلمتي للمجموع أعمل معايير تكلمتي لواحد الرقابة اللي خصة تكون باش يمكننا نضمنوا واحد المنتوج عضوي مية في المية كيف ما كنقوله ممكن كيف ما كنقوله كيتستعملوا واحد النسبة معينة ديال هاد المواد الكيموية اللي كتحمي طبيعة هذه الفاكهة ولا هذه الخضراء ولا هذا المنتوج العضوي ولكن بزاف ديالناس اليوم كينمشيوا مع أن شي حاجة اللي هي بيو مفيهاش بيستيسيد أو للمواد مضادات الحشرات مضادات مجموع من المواد الكيموية اللي كاتستعمل أيضا بزاف ديالناس كتساءلو كيقول لك واش حنا اليوم فضل هالتلاوث اللي كنعيشوا فيه مثلا واش يمكننا نتكلمو серьезة للمواد بيو 100% اللي نقدر نقول لكي مروان هو أن باش نقول أن واحد المادة هي بيو 100% مفيهاش موضادات حيوية ما فيهاش البستيسيد ما فيهاش بزاف الحويش خاصة نرجع الواحد مئة ولا مئتين عام قبل هنا فينا قدرنا نقول أن كل شيء كان غير البيوت كان غير البيوت بس كل ما كانوش لأسميدة ما كانوش مود كيماوية ولكن دابا والله والحويجات البيوت تهيه فيها أسميدة و تهيه فيها مضادات حيوية ولكن طبيعية مثلا غنا عرف مثلا أن واحد جوج الخضار مثلا هاديك تحميل الخرام من مثلا واحد الحشرة كان عرف أن مثلا إذا درت مثلا واحد المادة فلان فلانية هي طبيعية تقدر تكون حاجة طبيعية ستكتر لي المرضود ديالي لذلك هذو كان بعض الواسائل الحلول مثلا قدر ندير للنحاس باش نخلي أن ما يكونش للمرضود ديالي رتافعة باش ما يكونش لهذه الغذاء ما نديرش فيه مواد كيماوية ولكن باش نمشي نقول أن مئة في المئة بيو من وجهة نظر ديالي الشخصية هات القضية صعيبة بززاف حيث أولا الحاجة الملوطة أكتر هي الهواء الهواء من الوجود مثلا عندك واحد الأرض تدير فيها مثلا هناء عندها واحد الأرض أخرى تدير فيها القرعة انت لا تدير الش بيوء أهناء تدير البيوء هذو كلمان اللي كتسقي به انتا كيدوز فيها الاسميدة والمواد الكيموية كيهبطل الفرشة المائية وكتشرب هذه الخضار طبيعية الحال ما غتكونش فيها نسبات حال اللي عندك متاع ولكن غتكون فيها واحد نسبات المواد الكيموية والاسميدة من كذل غيخليني أنني ما يمكنش لي نقول أن البيوت كان مئة بالمئة وحد الشكل المطلق هو كبير ولكن كيبقى دائما أقل نسبة كيبقى دائما مش نسبة نسبة كثيرة قل منه دونك هنا يا الواحد طبيعة حالي اللي بغي توجه البيوت يقدر ياخد البيوت غير خاصني مخل منساش أن البيوت تمان ديالو مرتفع علاش حيث المرضود قليل اللي كان قدره مثلا نقلقه مثلا من الخضار بعد الخضار النسبة الأتمين ديالن كانت ضعف أربعة حتى الخمسة دلمرات دونك هذا هو المشكلة الأكبر اللي غي يكون في البيوت هو التامان ديالو القدرات الشرائية لدي الناس اللي خاصة تكون مصراف على واحد شيء ولكن غنعرف أنني على المادة الطويل غنكون لدي واحد المنافع من زيانة من زيانة مهدي مني تكنو سنتكلمو عن الندم بيوت في أغلب الأحيان سنربطوه بالخضر والفواكه فقط واش مكينش مواد أخرى كتدخل في الندم بيوت من المعتاد علاش كنفكره دائما في خضر والفواكه معودين لأنني كنفر الخضر والفواكه كنفرون لهم الأسمدة كنفرون لهم مضادات الحيوية بشكل مرضو يرتفع وهذا حاجة نفنع لها بالسف ولكن اللي كننساو أن مثلا اللحم الدجاج هما كي يخضوا مضافات غذائية أو لا بالأحضر أدوية أدوية مضادات حيوية ديز انتيبيوتيك اللي كيخلوهم أنهم يكونوا في صحة مزيانة لمرضو ديالو ارتفع مثلا واحد الأجل والبقارة اللي ستعطيني كمية كبيرة من الحم ستعود تزايدنا كمية أكبر حيث ما ستمردش وما ستمردش لذلك البقارة ديالو كل مرضو تجيلي ستبع للكيلو أكثر دونك هذا هذا المضادات الحيوية اللي كنعرف أن الأغنام والأبقار تلك البكتيري اللي كيكونوا فيهم كيقولوا كيقاوموا هذك الأدوية ومني كنا كلهم تأنا كان وليت أنا كنقاوم هذك الأدوية دونك يقدر سبب لي مشكل صحي كبير بالنسبة للعامات للناس اللي غاي ولي أنني مثلا أنا مرض غامشي ناخد واحد الأنتي بيوتيك غامشي ناخده ما غاي ديالي أولو علاش بسكو هذك البكتيري اللي غاي خاصه حاربة هي والفات عليه دونك هنال هنالأهمية ديال ديال لأخذ البيو مثلا أنت في اللحوم وبزاف الحواشي يكونوا بيو إنقدر مشيتها للمرة يكونوا بيو بعض الناس مشوا بعيد ويلو كي ياخدوا المياه ديال التولوج اللي كينا في القطب الشمالي وكي ياخدوا الماء الطبيعي وخالص مئة في المئة من تلوت كي يكون يخطلج وكي يدوبو باش يكون بيو هادا شوية كي يطلع وحد اللي ماذا بعيد جدا مزاف ولكن هنالأ اللي خاصة نعرفه أننا النطاق كبير والمجال واسع جدا في البيو ما يمشيش نشوف غير الماكلة اللي كناخدها اللي مولف على العراتها مثلا الزيوتها الحبوب بزاف تحويش يقدروا يكونوا بيو نعم إذن هي التغذية بصفة عامة كي يخصها تكون بيو ولكن هاد التغذية هادي إلا ما كانتش بيو واش مغا تكونش عندي صحة جيدة يعني هل ضروري نكون كنا ناكل بيو باش تكون عندي صحة جيدة هذا غي اختلف من شخص لما مثلا نعوده أن ناخدوا واحد الميتان حما كنا عارفوا أن مروان تبارك الله عليك يأكل الخضر والفواكه ديما التغذية جاله متوازية شعر صالات سيزار مكي ياخد ergرب مكي ياخدش المقل مكي ياخدش السكر مروان إنسان متائر برافو تفاصل علي إذا كان مروان مثلا مكي ياخدش البيو ايه ولاكي ياخد البيو هنا غ يكون لديه واحد احسن صحة Δياله سكل جودة دياله احسن ل حتى مرتم الي Pear مش بشكل كبير ولكن إذا كانم مروان ما ي highlight يا روان ي 중 بجرى الزويل التغذية دياله ماشي تلها دونك هنه غير متوازن انا غنقول له مروان عفاك الله يرضي عليك كل غير ما طيش على البصلة وخا ما تكونش بيوخة تكون خشية وسط الاسميدة وسط المواد بعدها ركت حسن جودة الحياة ديالك اللي خاصة نعرفه ان البيو ما غيكونش عنده واحد واحد المرضود مباشر علاقة مباشرة مع الصحة يعني بواحد شكل زائد واحد تساوي اتنان لا هنه اللي غيكون انا انا غيخلي ان الاغذية اللي غنناخدها غتكون واحد شكل مستدام غتكون واحد وكان خلي ان الاغذية اللي كناخد كتبقى معاوض سنزفة واحد عشرة سنين غتبقى يا الولادي ولاد ولادي والاحفاد ديالي دونك هنه انا كنفكر واحد تفكير شامل انا احنا كنبقاش نفكر كإنسان كنبقاش نفكر كبشر كجنس بشاري دونك هنه يا الواحد طبيعي الحالي لا قدر ياخد البيو نزيان ولكن كيف مما كنقول ثمان يالو باهض مرتفع بزاف اذا كنت اخذ القرعاب بربعة خمسة درهم ركتولي كتشراب تلاتين درهم للكيلو ماشي سهله وماشي ديالكلشي يعني اللي نفهموا انه البيو بوحده ما كافيش باش تكون عندي صحة جيدة انا كان في الضلعي واضه مروانا لما تشيري القرعاب تلاتين درهم تشيري تاخد لي حويجات اخرين فهذك تلاتين درهم تنفيستاف حاجة اخر اللي غاد تعود عليك بالنفع ديالك اونا صحة جيدة وصلتي لهذه الحالة وبغيتي تطلع للمركز تاني او اللي بعد منه لا بأس هذا مزيان لك غير ما عنده غير منافع على الصحة نعم وكيف ما كنقوله دائما الصحة مرتبطة بالرياضة مرتبطة بالتغذية بالنظام ديال الحياة دياله بصيفة عامة انا غديمش معك الواحد نقطة كتبالية حتى هي مهمة حيث بزاف ديال الناس انتظارا نحن نعطينا سيدين بجموعة من المعايير وليش حوجات ترتيك لنردو لي هالبال بالنسبة للناس بطبيعة الحالة بغاية ويشتريوا هاد المواد الغذائية الناس بزاف كيوقعوا في وحد غلط شائع هو كمشي يخذ مثلا لانواحد مونتش صغير او لانواحد تسويقة و مزرعة بزافة الاماكن اللي بزافة لانواحد تقليدي و بلدي و بيو قلق كيبع المرات كيكون هادك المكان كيدير اسميدة اكتر و ما كيعنيش ان انا منتج صغير او منتج كبير هذا مزيان هذا ما مزيانش هذا لا يعني اي شيء كين واحد الحاجة اللي هما للابل يعني واحد سيرتيفكاسون كيدير هال المنتج اللي كتلقى ان في ذاك الغذاء ديالو كين واحد دورة صغيرة كتكون خضرها غالبا كتكون كتوفا ايما ابي بالاخضر اغريكولتور بيولوجيك او كتكون كتوفا بيو هادو هما كيكونوا خاضعين بزاف ديال المعايير من قدروا نقتلوا هاد الاغذية ثم من بخلش على انني كيكون واحدة واحد الحاجة انني مثلا مروان عنده نرجع المزراعة عادية لمروان مروان فلاح مروان حل واحد المزراعة اونا مروان صاحبه كان عارفه انه ما كيدرش الاسميدة خاصة تكون واحد العلاقات يلتقى بيني وبين المنتج بطبيعة الحال تكون علاقات ثيقة وعارف انني كنت اخذ من عنده يقولي يا شوف الشريف هادش اللي كنت اخذ راه مزيان يقدر ما يكونش سيختفي بيو ولكن انا كان عارف مروان كيدر اسميدة اقل الواحد غير يحاولي لقى واحد حل اعتدال وحل وساطي بشته الله في صحة دياله شكرا لكم بدينا انك تعاون في كل حلقة اننا نحافظ على صحة ديالنا ما سننتلقاك في حلقات مقبلة برنامات